طيب بالتأكيد كل خدمة بيقابلها مجموعة من التحديات والصعوبات اللي أحيانا بتعوك خدمتهم فأكتر التحديات اللي بتقابلكم في خدمة الكرة والعشوائيات بتكون إيه؟ الحقيقة من التحديات اللي بتقابلنا قصة الخدام المحليين هو قلة الخدام المحليين الموجودين لأنه الحقيقة إحنا بنحتاج مجموعة من الخدام نشتغل يعني هان تو هان زي ما سموها كده بإيد بإيد ونكون فريق العمل اللي من الخدام المحليين الحقيقة إحنا لما بنروح المنطقة وأبونا يدينا مجموعة من الخدام في الغالب كلهم بيبقوا عندهم خدمات أخرى ودي بتبقى صعوبة لأن الخادم يشتغل في 3-4 خدمات وفي الآخر إحنا بنروح مرتين في الأسبوع أو مرة في الشهر في الصعيد فتبقى الموضوع صعب وصقيل يعني فعشان كده إحنا بنحب إن الخادم ما يكون شيئ ما بيخدم إلا ودي الكريتين اللي إحنا بنشتغل عليها إن الخادم يبقى عنده خدمة واحدة فقط أو ما عندهش خدمة وبالتالي عدد الخدام اللي من نوع ده ليل فبنعمة ربنا إحنا لقينا إنه إحنا أثناء الافتقاد اللي بنعمله مع الخدام المحليين بنطلع مجموعة من الناس ما لهمشي خالص دعوة بالقصة في الخدمة بتاعت الكنيسة ونشركهم معانا في العمل اللي إحنا بنعمله مع أخواتنا المحليين والحقيقة دي الطريقة كان لها بركة كبيرة بإن إحنا زودنا عدد الخدام أساساً اللي موجود في الكنيسة وأصبح الخدم متفرغ وقادر إلى إنه يعمل ويمد يتمد بالخبرات أو بالمماهرات اللي مطلوبة لي إنه يشتغل عليها مع أخواته تمام أي خدمة بتقدم الهدف الأسمى والأهم فيها هو خلاص نفس الإنسان نفسه المخدوم نفسه إزاي بتهتموا بالخدمة الروحية في خدمة العشوائيات والكرة الحقيقة إحنا عندنا هدف ورؤية واضح إن الحقيقة الخدمة دي هي طريق السماء هي طريق السماء اللي بيخدم بيحس إنه هو تغير من سنة لسنة في الخدمة فإحنا بنفكر بنفس الفكرة بتاعت الكتاب المقدس بتاعت القديس بوليس الرسول إنه لازم الواحد يروح السماء ويأخذ إخواته معاه ودي كانت فكرة مهمة أوي إنه إزاي يكتذب إخواته معاه اللي هم الخدام المحليين علشان يبقى عارف يوصل للسماء الطريق هو طريق الخدمة يعني طريق السماء للخادم وللمغدوم للخادم وللمغدوم تمام طريقة الفكرة بتتكمل بخصة إنه الاهتمام إحنا عندنا الأربع محاور اللي بنشتغل عليهم في الخدمة الأول محور الروحي وبعدين المحور بتاع التوعية والتعليم وبعدين المحور بتاع الطبي وبعدين المحور الأخير اللي هو التدريب والمشروعات المتناهية في الصغر ليه بنقول المحور الأولاني هو محور الروحي؟ لأن إحنا عاوزين نحقق هدف روحي إحنا مش رايحين نعلم ناس صنعة ومش رايحين نعلم ناس إنهم يخفوا إزاي ونكبر الوعي بتاعهم قد ما إن إحنا بنبصل إنهم يروحوا الكنيسة يتعاملوا بفكرة إنه ده البيت بتاعهم ربنا هناك فلازم من خلال هذا البيت تتقدس أرواحهم وتتقدس كل أفكارهم وكل وقتهم يبقى فيه مخصص لربنا ترجمة نانسي قنقر